غير متوقع يعني آه فاهمين الآله في مرحلة السعود وهبود مرحلة عدم استقرار فني في الملعب ولكن منافس هبط رسميا إلى دور الدرجة الثانية منافس ما عندوش إمكانيات فتصورنا الآهلي النهاردة هيقدر يحسن المبرادة بسهولة لحد ما وصلنا للديار باوتسين عشان الآهلي يحقق الهدف اللي كان عايزه ويسجل الهدف ويصال لدور السمالية من كبس مصر دي النهاردة الآهلي ما ظهرش بشكل جيد والله مفاجأة كديمة بأمانة شديدة ومفاجأة وتحط علامات استفهام حول أداء المدير الفني لأن المدير الفني يلعب قدام فرير المقصة في الدور يقسبه بهدف ديانك نفسه والمقصة كان ليه يسجل هدفين تسلل هما صحيح تسلل يعني انتلاقهم ده برضو بحط علامات استفهام كمان ضيف على المدير الفني ضيف على اللعيبة يعني برضو أداء اللعيبة برضو عليه حاجات غريبة جدا ومش مفهومة يعني انت لعبت من يومين قدام المصري مش فيه روح وفيه تفاعل ورغم من الناس كلها تفاقل بالتشكيل بعد انبارات الاتحاد فوقت بالعناصر الشباب وناس بدأت تحسوا انه فيه حاجة بتتعامل في الفرق أو الولاد خدوا فرصة وبعد كده فاقه تراجع عن دفع الشباب بحاجة انه هم مرهقين ولازم ادي ناس تانية واسرار على لويس ميكوسوني معرفش قال الله هو بيسوع اللعيب ولا محدش فهم برضو ايد ده تفسير منطق الوحيد ده تفسير برضو وينكم مش منطق يعني ما كدش صح وعمل حاجة غريبة برضو في ماتش المصري برضو مش فهمها وعوز افهمها برضو والناس كلها برضو بتسأل يعني خرجت الباكليفت في ماتش المصري ولعبت محمد هاني باكليفت وجد في ماتش النهاردة لعبت محمد هاني باكريت وجبت لعبت كريم فؤاد باكليفت وبعد كده حسيت كريم فؤاد مش عدلته وروحت تسحفه منزل محمد عشرة وبعد كده روحت سايب لنا النجم النجوم محمد هاني برضو ايه يعني عاوز اقول لك على حاجة 14 مباراة صح الوضع في ظروف صعبة ولو افترضت انه المدير الفني يعني هنقول منطقيا عشان برضو احنا مش عاوزين يكون يعني قصير للدرجة انه ما خدش وقته الكافي اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله عشان نصبر بين ناس لكن الناس كانت تنتظر لمحة واحدة في خلال ال 14 مباراة لمحة واحدة تبرهن انه في حاجة بتتعمل تاكتك في الملعب على الاقل حتى التنظيم الدفاعي يعني انت خدت 3-4-3 ومشيت بيه واصلا تلعب بيه قبل كده وكانت في ظروف معينة تيجي تلعبني قدام المقصة مع كامل احترام وبحي كابتن عيد ملازيق بصراع بأمانة شديدة انا حسيت المقصة عنديها فكل في الملعب بيتها حسيت مدرب عاوز حاجة ولو امتلك عيد ملازيق الشجاعة كان ممكن يحرق الاهل المرمى لو امتلك الجراءة الهجومية انه كان ممكن يروح لمرمى عالي لطفي اكتر من مرة وراح في واحدتين انت بعملتوش واحدة انفراد تدخل فيها محمد عمين عبد في الوقت المناسب وراح بواحدة تانية بس يعني ايه اتشاتت بس عالي لطفي جابة لو كانت اخوى من كده كانت ممكن تعمل مشكلة في حالة محيلة درجة انه الناس قاعدة بتتفرج وبيسألوا بعض هم عادين كده زي من نسعة وده الندلاني يعني هل ده منطقي لو افترضنا انه المدرب ما عارفش يوصل ده روح اللعيبة هل من المنطق انه الاهل لا يمتلك لعيم يعمل الفارق داخل الملعب لو افترضني لما عادة ده نص تشكلة الاساسيين صحيح يعني انت وجيت عدتهم محمد هاني بكراين خلاص محمد عمين همي الراجل انت جفته عشان ادعامك كريم فهاب انت حطيته حطيته رمي ربيحة في نص الملعب الدينج اللي هو قلب الفريق صحيح في الحساب حسب في قدام ونجم النجوم صراح محسن خلاص دي تشكلتك اللي انت شايفها يعني انت صراح محسن يعني يعني هل مطالب ان المدير الفني يخلع التشيرته وقاعد برة ويرميه على الارض ويففعل عشان انت تحس بالمسؤولية ان انت موجود فيها هل من المنطق يعني يصل بالاهل هل هذا الحال هل دولة ممكن يمثلوا لهل بعد كده يعني لا افترض ما فيش مدير الفني دايما كان بتقال في فترة من الفترات وعشناها لو جبنا عم حنبولة كانوا في غرفة لبس هل يبسم على الاهل بص هياخد بطولات وهم غامي انت النهاردة ده مستوى يصل بالمرحلة انه فرقة تقعد شوت كامل ومتقشر الجول المنافس مش عارف تعمل جملة ولما راحت بكورة الى مستر اكس ها حطاها في صدر الجول وانا بحيب بأمانة شديدة حارس المرمى ابن الكابتن طريق سلمان وبقول اه ده تربية الاهل هيطلع برا هيشوف وهيطلع يروح مكانه وبقول له وركز وعيش ودور واشتغل عن نفسه بأمانة شديدة صحيح كريم كل الظروف ضد الاهل الاهل لا يستحق ذلك بأمانة الناس ده زلمت الاهل بعدم الامانة انا بقول عدم الامانة عدم الاخلاص لما تنتظر النعب انتظر الكورة لما تشوف حاج مفيش تحرك في المعام يعني حاجة الناس كلها وكل واحد منتظر الكورة تجيله محدش براحل الكورة يعني مفيش حاجة منديك وكأنه ناس ديه ضمنين الماتش ما هدي المصيبة لما تشوف كاس ماصر ها لما تشوف كاس ماصر يعني الماتش كان ممكن ثلاث دقايق دقيقتين بالزبط بعد الكورة دي اللي ما لما تحسبتش ضربة جزاء خلاص انت روحتك سرطايم هو اللي كان بلعب عليه كابتن عيد ملازين وكان مخطط له وانا انا هاختك هجهدك وبعد كده يعني اكيد هاختف واحدة اكيد هتديني واحدة او هوصل لضربات الجزاء وزيت ضربات جبانة عملت مع البطل عملت حاجة قدامه لا ولو سيت ضربات ترجيح خلاص حدش دام خلاص بقى ضربات ترجيح ترجمة نانسي قنقر